فالصحافة الوطنية ما تزال تجتر أرار أزالة الجائحة مما عمق هشاشة نموذج الاقتصادي للمنشآت الصحفية وابترع الأوضاع الاجتماعية العاملين بها وهو منعكس كذلك على الأداء المهني لهذه الصحافة بصيرة عامة ورفع أسهم التحلل من المبادئ الأخلاقية وزاد الهوى بين الإعلام الوطني والمجتمع وانضاف إلى هذه اللوحة القاتمة التشرد التنظيمي الذي عرفه القطاع مما يجعلنا اليوم أمام أفقاق تكاد تكون مسدود سيدات والسادة الأكارم لقد عملت في ديراليا المغربية لنشر الصحف منذ 21 سنة وعلى عهد أربعة رؤية على أن تكون مريكاً جدياً في مجهود إصلاح القطاع الحساس يتجاوز دوره الاقتصادي ليكون جزءاً لا يتجزأ من البناء الديمقراطي في بلادنا وجعلت من النضال من أجل حرية الصحافة زاوية ارتكاز لها اعتبرت أن المنشأة الصحفية ليست مؤسسة تجارية للربح ولكنها خدمة عمومية يقوم بها القواص وظلت في ديراليا قوة اقتراحية وزنة ووقعت على العقد البرناج الأول مع السلطة العمومية سنة 2005 وعلى اتفاقية الجميع التي ما تزال سارية تنفعل إلى الآن وغادة مفاوضات حساسة هي مراتونية طيلة سنوات من أجل إخراج منظومة قانونية من الحرية وموازنة لها بمسؤولية مجتمعية ومنظمة لمهنة حساسة هي مرآة لحرية تعبير من جهة ويجب أن تكون مفتوحة من جهة أخرى وهي أداة للرقابة والإخبار يجب أن يحمل مشعلها المؤهلون لذلك حتى لا تصبح مهنة ملا مهنة له لقد كانت المحطة المشرقة لهذا التنظيم المهني المسؤول لنصمات لا ينكرها إلا جاحد وهي موجودة في دستور وفي مدونة الصحافة وفي العقد البرنامج وفي الاتفاق الجماعية وفي منظمة الدعم العمومي وفي مؤسسة التنظيم الداتي إلا أن حرارة الجائحة التي ضربت بداية سنة 2020 والقرار الموصف للسلطات العمومية بوقف طبع الصحف لما يزيد عن ثلاثة أشهر جعل جزءا من زملائنا يفضلون تأسيس تنظيمي تانين وقد كان هذا جوابا على الأزمة لم يزيد إلا من تعمقها على الرغم من التعددية حق وخيار للمملكة المغربية من استقلالها ومنذ جمع العام الاستثنائي في 3 يوليوز 2020 لم تتردد الفيدراليين في التعبير عن شعالها بآثار الهشاشة والتشرزومي على أوضاع مهنة تحتضر جعلت من اليد الممدودة للزولاء والشركاء خطة استراتيجيا في عملها وضلت شريكة في الحلول الاستثنائية للأزمة رغم تحفظاتها على معاييرها فيما يتعلق باستغادة دفع الحكومة لأجور الصحفيين وعاملين بالمؤسسة الصحفية بشكل مباشر وشاركت في اللقاء التشاريع التي انضمت السلطات العمومية المكلفة بالقطاع والتي نضمها البرلمان ولكن سات الأمور في النهاية في نفس الاتجاه الذي انطلق مع الانشق التنظيمي وتواصلت عملية انتاج نفس الأجوب الخاطئة على الأسئلة الحارقة وهكذا تحول تدبير استقاق عادي لجديد هياكل المجلس الوطني للصحفة بإجراء انتخابات في موعدها كما تنظره دابا في تنظيري أنه إلى مسلسل سوريالي بحيث تم التمديد في البداية هذا المجلس لمدة ستة أشهر بدعواء إعطائه الوقت لتنظيم انتخاباته وفي نهاية الموعد تم ابتداء مشروع لجنة مؤقتة لتسياري شؤون الصحفة أعطيت لها كافة صلاحيات المجلس متاهية وولاية زائد مهم اقتراح تصور جديد للقطاع والإشراف على الانتخابات بعد انسرام سنتين كاملتين المؤقت سنتين كاملتين كاملتين إن لم يتم تجديدها هي بدورها مع التخلي عن كل أعضاء المجلس الذين كانوا ضد التمديد وكانوا مع الانتخابات والاحتفاظ فقط بالأعضاء المنتمين للتنظيمين معينين هم الذين كانوا مع هذه التخريجة التي أجمع إلعام المهني والخبراء النزيون على عدم دستوريتها والقانوناتها وتعمق هذا الملح الإقصائي برعاية اتفاق الجمع بين الطرفين ومحاولة فرضه على الجميع رغم أن مضمونه معيب وشكله يضرب لأول مرة منذ عشرين عاما المقاربة التشاركية التي ظلت راسخة بين الشركاء في هذا الملف وهذه المقاربة زادت من الصدامات وعمقت الجراح وأججت نار الفرقة مما جعل من موضوع المهنة يزيغ إلى هذا التنميز والتنميزية وأهم هو الصحافة كصحافة وكوظيفة لتلبية حق المواطن في إعلام مستقل ونزيه وحوان ومسؤول لقد جددت الفيدرالية وشركاؤها في القيم المهانية الصادقة بهذا الإنشاف نحو هاوية تبدو للبعض أنها الخلاص ولكن اختيارات مرة لم يخفف من مطأتها إلى رد الفعل المجتمع الواسع الرافد لما اعتبره ضد مطامحي المشروعة في الديمقراطي لقطاع هو جزء من مقياس نبض والديمقراطية إننا بهكذا اختيارات واصلنا جرى الأزمة أرجو لها وها هي كلمة التفاهة هي العليا بل أصبح خرق أخلاقية المهنة بشكل فاضح لدى البعض أصل تجاري وانهار وانهار قطع التوزيع أو يكاد وانهار مبيعات الصحف لتتجاوز سبعين في المئة من التراجع وفقدت الصحافة لصالح قنوات أخرى تلوتي رقم معاملاتها من الإعلانات تجاهها والأخطر هو أن جسر تقى زاد تصدعا بين الصحافة والمجتمع ومجتمع لم يعد يرى منها إلا الصراحة والدعم والأنانيات وصرف الجهد في البدييات والتخلي عن الأدوار الحقيقة لحملة هذه الرسالة وعلى رأسها النقد والمساءلة ورقاب على مدد العام ورغم كل هذا وطيلة عشرين لم يكن في قموس الفيدرالية المغربية لنشر الصحف مكان لكلمة يأس وهذا تأبها لحد الآن فالنضال من أجل صحافة جادة وحرى ليس طريقا مفروشا بالورود بل إنه التزام وتضحية في رحاب الأمل وقد عاشت الفيدرالية بعد مؤتمر الاستثناء لسنة 2020 أقوى فتلات التنظيمية ونزلت برسالتها إلى الجهات العزيزة مواكبة بذلك الإرادة الملكية في تصيخ أسس الجهوية المتقدمة فتجاومت معه وتوجه الأغلب الصح من الناشرين الناشرات في كل الجهات من دخل والدهب إلى العيون وفي المغرب وفي المغرب العميق الذي يمثله أغلب الحاضرين هنا وبالصحفة الوطنية والجهوية يمكن أبني بديلا لما زل هذه الأزمة وسوء التدبير الذي طال عديد من الفاتحة الحساسة إن هذه الوضع الصعبة ينطبق عليها مع برهنه المفكر الإيطالي جرامشي عندما تحدث عن تشاؤل الواقع وتفاؤل الإرادة نعم إرادة الفيدراليين والفيدراليات اليوم أقرأ من تحديات والمستقبل لصحافة المرفوعة الرأس في مغرب شامخ وقبل أن أختم أود أن أشكر الإخوان الذين كانوا حلفاء شرفاء للفيدرالي من أجل المبادئ وعلى المتحاد المغربي للشغل وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا نيوتكم خيرا وسلام عليكم الله ورحمة اشتركوا في القناة